يتقوب هذيك القربة ويتقوب هذيك البزولة باش ينقص ذك الحجم دي للريع الفاحش لكي ياخدوه السياسيين وهذا شحنا ممكن نتكلموش من الفراغ وغضي نعطيه الأرقام بالحجة والدليل إلا خذنا الجماعات المحلية يعني الحضارية والقاروية عدنا 1503 رئيس جماعة اللي همو النواف ديانهم هذ 1503 رئيس النواف ديانهم تياخدوا في العام 155 مليون دي للدرهم أما رؤساء المجالس العاملات والأقاليم اللي عدنا 75 رئيس تياخدوا في العام 48 مليون دي للدرهم وعدنا 12 جهة الرؤساء ديانها 12 جهة والنواف ديانهم تياخدوا 30 مليون دي للدرهم ولازلنا عليهم الوزراء يعني في الصيغة القديمة دي العثماني كان عدنا 24 وزير في العام كياخدوا 28 مليون دي للدرهم والنواف دي الغرفة الثانية اللي هم المستشارين عدنا 122 مستشار تياخدوا 16 مليون دي للدرهم أما الغرفة اللولة اللي فيها 395 نائب براماني يأتي بخلق القوت neutral ما Brew نفسه في البلايات الشريعية يعني المنتخبين الرؤساء الجماعة النواب يأتي بخلrá.» ورؤساء العملات يأتي بخلrá nove واحد النواب برلماني يأتي الأم одна ما ألف في الغرفة الثانية يأخذ 130 مليون ديال الدرهم والوزارة 140 مليون ديال الدرهم أي أن في الولايات الشريعية المغربة تعطيه كريع لهذا السياسيين جوج المليار و 530 مليون ديال الدرهم يعني بالدريجة أو بالسنتيم عفوا 253 مليار ديال السنتيم وهذا الشيء يجعلنا بأن المغربة أول قرار يتسنى ومن العزيز أخنوشي يأخذه هو أن يتقوب هذا القربة ويتقوب هذا الرضاعة ويتقوب هذا البزولة إلا تقابع على جوج يعني هبطت هذه التعويضات وهبطت هذه الامتيازات وهذه الغنائم التي يأخذونها بأدن وجه حق قسم العزيز الأجوج يعني في الولايات الشريعية يربحه 126 مليار أما إذا أعاد عقارب الساعة إلى ما قبل عهد البيجيدي يعني رجع التعويضات كما كانت قبل 2011 وهبطها بخمسة المرات فعلا في الولايات الشريعية هاد السياسيين وهاد السلالة كلها ري الله غد يأخذوا 50 مليار ديال السنتيم والربحه إحنا كمغربة؟ الربحه 200 مليار ديال السنتيم وتخيلوا معي يعني حجم الخصاص اللي كين في المغرب ونحن نعيش ضائقة ديال كورونا اللي طردوا فيها العشرات ديالالألف مساكنوا في فقد المناصي ديالالشغل والخاتمات الاجتماعية لا أحتاج إلى أن أتكلم على الرداء وعلى الكواريت اللي كين في السبطرات ولي كين في التعليم ولي كين في الطرق ولي كين في القرى في الجبال إلى آخره أضيف إلى ذلك أن هاد العمل السياسي هو أصلا عمل تطوعي حيث اللي إنسان أصلا ديجي عنده خدمة دياله عنده مقاولة دياله عنده راتب شهري أو راتب متعددة إذن ما محتاش أننا نعوده نزيده يعني ندبحه المغربة وناخده من جيوبهم يعني الملايير باش ننسمنه بها هؤلاء السياسيين الآن الكرة في الملعب ديال الأخلوش ليصالح المغاربة مع السياسة من جهة وليكون رحيما ورؤوفا بالخزينة العامة عكس ما كان يعني الحال في عهد الحكومة ديال البي جي دي بنسختها ديال بن كيران وديال العثماني اللي تعرضت للأشد عقاب